والآن تابعوا معي قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون صدق الله العظيم بداية كلمة سحاب مركوم تعني سحابا مجموعا على بعضه البعض لينزل منه المطر وكلمة يصعقون تعني يهلكون ومعنى الآية هو إن يرى هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطا عليهم عذابا لهم لم يكفوا عن التكذيب ولقالوا هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض فدعهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون وهو يوم القيامة قال تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم كلمة لا يغني عنهم تعني لا يدفع عنهم ويوم القيامة يا أعزائي لا ينفع الكافرين كيدهم ولن ينصرهم ناصر من عذاب الله وإن لهم عذابا يلقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وغيره ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك ونختم بقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم صدق الله العظيم هو أول الصباح وفي هذه الآية الكريمة يا أحبابي يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له اصبر لحكم ربك وتحمل ما يلحقك من أذى قومك ومشقة الدعوة إلى الله تعالى فإنك في حفظ الله ورعايته وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم من دومك وسبح بحمد ربك وعظمته وصل له في الليل وعند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم حياة الصلاة والآن يا طلاب الأعزاء وصلنا لنهاية شرح سورة الطور بحمد الله تعالى ولقد تعلمنا معا الله عز وجل أقسم بستة أمور للتأكيد على العذاب الواقع بالكافرين وهي الطور والقرآن الكريم والصحف المجموع فيه القرآن بالإضافة إلى الكعبة والسماء والبحر الموقد ناراً يوم القيامة يصف الله عز وجل مشاهد يوم القيامة فالسماء تتحرك ويختل نظامها وتضطرب أجزاؤها وتزول الجبال عن أماكنها وتسير كسير السحاب يصف الله مصير المكذبين بالله ورسوله فهم يدفعون دفعاً بعنف ومهانة إلى نار جهنم ويقال توبيخاً لهم هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون يصف الله عز وجل حال أهل الجنة فهم في جنات ونعيم عظيم يتلذذون بما آتاهم الله من النعيم ومن أصناف الخير بعدما نجاهم الله تعالى من عذاب النار وتعلمنا أيضاً يا أعزائي من نعيم أهل الجنة أنهم متكئون على سرر متقابلة ولقد تزوجوا بالحور العين ويأكلون فواكه ولحوماً شهية ويتعاطون في الجنة كأساً من الخمر بالإضافة إلى أن حوارهم يكون بود وسلام دون لغو أو حديث آثم يطوف على أهل الجنة غلمان معدون لخدمتهم كأنهم في الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه خمر الجنة مخالف لخمر الدنيا فخمر الدنيا محرم لأنه يذهب العقل ويهلك الجسد أما خمر الجنة فلا يزول به عقل صاحبه ولا يحصل بسببه لغو أو كلام فيه إثم أو معصية يستنكر الله عز وجل كفر الكافرين بالرغم أن كل ما في الكون يدل على عظمته وبديع صنعه أسأل الله عز وجل أن تكونوا أهليكم وأحبابكم من أهل الجنة المنعمين إلى اللقاء يا أعزائي في درس جديد شكرا